موسيقى مقتل جنديا من شرطة أبيان أثناء مداهمة منزل يتحصن فيه خاطف المقدم عشان موسيقى هجوم حثي بالطيران المسير على مواقع لقوات الزرانيق جنوب الحديدة موسيقى قيادات عسكرية ومحلية بمأرب تشيع جثمان قياديا في الجيش استشيد برصاص قناص حوثي جنوب المحافظة موسيقى مائة وثمان واربعون منظمة تستنكر التطورات في قضية المخفيين قصرا وعلى رأسهم قحطان وتعتبر تصريحات مسقط مكافأة للمجرمين موسيقى استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى سبعة موسيقى موسيقى نشرات الأخبار نقدمها لكم من قناة يمن شباب معكم صفاء عبد العزيز وهشام جابر أهلا بكم قتل جندي أثناء مداهمة قوات أمنية منزلا في عدن يشتبه في وجود مسلحين بداخله مطلوبين في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني مصدر محلي قال إن قوة عسكرية تابعة لإدارة أمن أبيان دهمت فجر اليوم الجمعة منزلا في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان لملاحقة مسلحين مشتبه بهم في قضية اختطاف المقدم عشال وأفادت المصادر عن مقتل الجندي عبد الله الشكل والذي يعمل مرافقا لمدير أمن أبيان أبو مشعل الكازمي في هذا الاشتباك بينما تمكنت العصابة المسلحة من الفرار وفي ثاني عشر من يونيو الماضي اختطف مسلحون المقدم عشال فيما نصب قبليون يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع قطاعا قبليا في مديرية موديا بمحافظة أبيان للمطالبة بالكشف عن مصيره جددت ميليشيا الحووث الإرهابية تصعيدها باستهداف مواقع للقوات المشتركة جنوب محافظة الحديدة اليوم الجمعة فاد مراسل يمن شباب أن الميليشيا قصفت بالطيران المسير مواقع تتمركز فيها وحدات من ألوية الزرانيق التهمية في مديرية حيس في إطار تصعيد متكرر ضد المدنيين والمواقع العسكرية وذكر مراسلنا أن الهجوم الحوثي استهدف مواقع لألوية الزرانيق في وادي نخلة بمديرية حيس وأسفر عن سقوط قتيلين وجريح واحد على الأقل في مارب شيع جثمان الشهيد العقيد عبدالله علي الخبي رئيس أركان الكتيبة الثامنة في اللواء 141 مشاء والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية ونقل جثمان الشهيد البطل إلى مثواه الأخير في موكب جنائزي مهيب تقدمه قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر وعدد من القيادات العسكرية وبمشاركة جمع غفير من أقارب الشهيد ومحبيه ورفاقه في السلاح وأشاد المشيعون بمناقب الشهيد وتضحياته الوطنية وبطولاته الخالدة في المعركة الوطنية المقدسة ضد ميليشيا الحوثي في مختلف جبهات وميادين القتال وتعهد المشيعون بمواصلة النضال على ذرب الشهداء الميامين حتى تحرير كل شبر في الوطن من فلول الميليشيا الإرهابية ومشروعها المدمر بداية أن نترحم على الشهيد العقيد عبدالله الخبي رحمة الله تحشاه ونسأل الله أن يتكبله الشهداء ونجعله فعلي كان الشهيد أحد الضباط ذات التأثير القوي سواء على مستوى الكتيبة أو على مستوى اللواء وله بصماته في المجال العسكري في المعارك سواء كانت الحجومية أو الدفاعية ضد الإنقلاب الحوثي الإرهابي رحمة الله الشهيد عبدالله الخبي الذي عرفناه دائما في مواقع الشرف والبضولة مرابط مجاهد منذ الطلقة الأولى وهو في مترسه وفي خندقه هذه التضحيات هي دليل واضح على نهج الجيش الوطني في الاستمرار على نهج الدفاع عن هذا الوضن وتحريره من المليشيات الحوثي نزف اليوم الشهيد القائد عبدالله الخبي كان الحرب الكتيبة الثامنة من اللواء 141 الذي كانت له صوالات وجولات في جميع ما يدين القتال منذ بداية المعارك في الفرضة في مأس في مختلف المناطق والجبهات وهذا يعتبر أحد أبطال القوات المسلحة وأحد أبطال المنطقة السابعة أكدت قيادات في المقاومة الشعبية بأمانة العاصمة على الدور الاستراتيجي للمقاومة الشعبية في إسناد أبطال القوات المسلحة في معركتهم المصرية بوجه ميليشيا الحوثي جاء ذلك خلال اللقاء الجماهري الذي نظمه مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة تحت شعار توحيد الصف الجمهوري لاستعادة الدولة واجب وطني وحث المشاركون في اللقاء قيادة المقاومة في أمانة العاصمة وفي كل محافظات الجمهورية على مضاعفة الجهود والتحرك في أوساط الجمهور مؤكدين أن الانقلاب الحوثية إلى زوال ودعت كلمات المشاركين الجميع إلى بذل أسباب النصر والتواصل مع كافة الأصدقاء والأقارب والأهل في المحافظات غير المحررة وبث الأمل فيهم وتحصينهم من الفكر الحوثي الدخيل على المجتمع اليمني هذه الفعالية هي تتويجاً لفعاليات سابقة ومستمرة أيضاً هي ذو شقين أو تحمل رسالتين الرسالة الأولى وهي أنه لا بد ولا مناص من إسناد الجيش والوقوف مع قواتنا المسلحة اليمنية في مواجهات موليشيا جماعة تنظيم الحوثي الإرهابية تأريخها واضح هذه الجماعة جماعة الموت لا يمكن أن يكون معها إلا حسماً عسكرياً دائماً تتنصل من الاتفاقات دائماً تتنصل من المفاوضات دائماً تتنصل من الانتزامات الرسالة الثانية وهي أن المقاومة والشعب والالتفاف الشعبي حول قواتنا المسلحة وجيشنا الوطني ومقاومتنا الباسلة مستمرة حتى تحقيق النصر والانتصار دايةً نرحب بالجميع في هذا اليوم الجمهوري الذي ندعو فيه إلى توحيد الصف وإسناد الجيش الوطني كيف سنوحد المكونات الشرعية الهدف واحد وبالتالي ينبغي أن تتجه ووصلة الجميع وبنادق الجميع نحو الانقلابي الحوثي الذي انقلب على الدولة وأفسد النظام الجمهوري لابد أن نتعاون جميعا من واحد الصف ونوجه السلاحنا نحو هذه الميليشيات ونحن بإذن الله قادرون على دحرها قريبا وكان مجلس مقاومة الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء قد أقام لقاء موسعا لأبناء المديرية في مدينة مأرب في ظل استمرار ميليشيا الحوثي تصعيدها بجبهة القتال اللقاء الذي شارك فيه عدد كبير من مشايخ ووجهاء المديرية شدد على أهمية توحيد الصف ومساندة الجيش في معركته لاستعادة الدولة وأكد المشاركون في اللقاء على مواصلة النضال ودعم الجيش والمقاومة والأمن وإسنادهم في معركتهم المصيرية حتى استعادة الدولة من يد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب أيضا أقامت مجالس المقاومة في مدريات أرحب همدان وبني الحارث ندوة سياسية تحت شعار الجيش والأمن حماة الجمهورية والشعب سندا لهم وذلك ضمن فعاليات إسناد الجيش والأمن والسلطة المحلية وفي الندوة شدد عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق على أهمية الرباط والثبات في المواقع والجبهات كما أكد الحنق على الجهوزية التامة لقوات الجيش الوطني استعدادا لأي طارئ في ظل تعنت الميليشيا وعدم رضوخها لدعوات السلام واستعرض الشيخ بكيل الوشاضة تاريخ ميليشيا الحوثي الحافلة بنقض العهود والمواثيق وكدا على أهمية الاستعداد والجهزية التامة لأن ميليشيا الحوثي لا يمكن أن تخضع لخيارات اليمنيين سوى بلغة القوة التي تفهمها وليس غريبة على الشعب اليمني بساندة الجيش فقط ساندة الجيش في ثورة 26 ستمبر و14 أكتوبر وسانده في كل المراحل ونطالب تحسين أوضاع المباتلين من الجيش الوطني والأمن ومعالجة الجرحاء ورعاية عسر الشهداء ونطالب الدولة بصرف مرتبات المباتلين بشكل منطدم والجرحاء وعسر الشهداء وهذه مناصرة الجيش الوطني بأموالنا وأرواحنا ونفوسنا وكل ما نملك سنسانده بكل ما نملك في كل وقت الوحيد حتى تطهير القلاد من هذه الشرطمة الخبيثة السرطان الذي سيقضي على الشعب اليمني إذا لم يكونوا صفا واحدا وإذا لم يكونوا يدا واحدا ضد هذه الميليشيا الإجرامية الفعالية السياسية اليوم نحن في أمس الحاجة إليها لطمئنة الجيش أن من ورائهم شعب وأن المنقاومة الشعبية هي الشريان الرئيسي للجيش الوطني وبهذا نحن نحط السلطة والقيادة سواء القيادة العسكرية أو القيادة المدنية أننا بحاجة إلى قوة رادعة لتأتيب الحوثي الحوثي لن يتأتب ولن يعترف بوطنيتنا ولن يعترف بالشعب اليمني ولا يعترف بحقوقنا إلا إذا تم ردعه كما ردع أجداد من قبل هذه الجماعة أو شلة فاسدة لا يمكن أن تقتنع بالحوار أو بالفكر أو بالوطنية أو بالمشروع الشراكة الوطنية لا يمكن له إلا أن نقلم أظافره ونؤتبه ونؤتبه والشعب اليمني من وراء الجيش يعني يدتن بيده كثير في تعز تواصل ميليشيا الحوث الإرهابية انتهاكاتها ضد المدنيين والتي كان آخرها استهدافها بنيران القنص أحد الأهالي في مدرية مقبنة بالريف الغربي للمحافظة في تفاصيل هذه الجريمة قالت مصادر محلية ليمن شباب إن الميليشيا من مواقع تمركزها في عزلة القحيفة استهدفت برصاص القنص المواطن سيف غالب حمادي حسام أثناء رعيه للأغنام ما أسفر عن إصابته وبشكل متكرر تواصل ميليشيا الحوثي عدوانها ضد المدنيين في تعز بالقنص والقصف فضلا عن جرائم الألغام التي زرعتها بالقرب من حقولهم الزراعية وطرقهم ومنازلهم زحام شديد تشهده مصلحة الهجرة والجوازات في تعز جعل إدارة المصلحة تتخذ عددا من الإجراءات للتخفيف وتسهيل المعاملات للرغمين في استخراج الجواز المزيد في التقرير التالي منذ إعلانها استئناف أعمالها عقب إجازة العيد تعج مصلحة الهجرة والجوازات في تعز بآلاف المواطنين الراغبين باستخراج جوازات أفواج من البشر تشكلت هنا على هيئة طوابير اختلفت ألوان من فيها ولهجاتهم وأهدافهم من استخراج الجواز لكن ما يجمع هؤلاء اليمن الجمهوري الواحد وتعامل لا يفرق بين إنسان وإنسان حوت به تعز كل أطياف المجتمع اليمني أنا نزلت أقطع الجوازات بالنسبة للوعد الأول أتعبنا فيه والآن إحنا مرطاحين بالمكاتب بالمعاملة عند المدرأ ولو كانت زحمة يعملوا يعملوا وينجزوا تستقبل مصلحة الهجرة والجوازات أكثر من ثلاثة آلاف مواطن بشكل يومي وبلغ عدد الاستمارات التي تم تعبيئتها أكثر من أربعين ألف ويعود ذلك لكسر الحصار الحوثي حيث اختصر الطريق الكم بجولة القصر المسافة والتكاليف التي كانت تمثل عائقا لهؤلاء إذ أصبح بإمكانهم إنجاز معاملاتهم والعودة في اليوم ذاته إلى محافظاتهم كانت صعوبات في السابق بالمسافة والطريقة البعدة ولكن الحمد لله تسهلت لجميع المواطنين ولنا السفر والوصول إلى محافظة تعد فيما يقارب ساعة أو نص ساعة من المحافظات من أب وذمان وصنع إلى هنا الحمد لله عملت مصلحة الهجرة والجوازات على تفعيل الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة الحجز المسبق لمواعيد الحضور بغية تخفيف الزحام الذي اضطرت المصلحة على العمل لفترتين لتجاوزه غير أن هذا لم يكن كافيا أمام الإقبال الكبير أكثر الداخلين الدخول إلى قطع جوازات مما شك على أن الضغط قوي باليوم عادل ثلاثة ألف مواطنين يتم استقبالهم وطبعا أدى ونحن قمنا بإقراءات جديدة لتسهيل للمواطنين عمل فترتين من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية ومن الساعة الثانية ونصف إلى الساعة السادسة مساء كذلك زيدنا كبائن للمواطنين عملنا كبائن جديدة بحدود خمس كبائن لامتصاص الزيادة الواصلة إلى جواز التعز كذلك معنا الموقع الإلكتروني الآن موقع الإلكتروني الحكز المسبق إجراءات روتينية ووثائق ضرورية يستوجب على الراغبين إحضارها للبدء بمعاملاتهم التي تسير وفق آلية منتظمة تشمل هذه الإجراءات والمتطلبات الرجال والنساء والأطفال وتشدد المصلحة على ضرورة معرفتها قبيل الحضور إليها طيب الإجراءات هنا طبعا صعبة بالجوازات مع الزحمة مع فتحة الطريق طبعا ما يتخرجون الناس لكن عندهم تسهيلات أو عندهم حقز مسبق مع ما يتخرجون الزحمة هنا يمثل القادمون من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الغالبية العظمى بنسبة تصل إلى 90% من هذا الزحام معظمهم قرروا مغادرة البلاد للعمل في دول الغربة ويعود ذلك إلى انحسار الأعمال في مناطق الحوثيين وانعدام الأمن الوظيفي فيها وسطوة الميليشيا ونهبها المرتباتهم وأموالهم وفرض إتاوات تحت مسميات عدة حققت من خلالها الميليشيا ثراء فاحشا تشهد مصلحة الهجرة والجوازات زحاما شديدا وذلك بعد كسر الحصار الحوثي والذي كان يمثل عائقا أمام هؤلاء لاستخراج جوازاتهم في تعز أيضا أصدرت شرطة المحافظة تعميما يحضر تجول الدرجات النارية داخل المدينة بدءا من يوم غد السبب من الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا قالت شرطة المحافظة في تعميمها إن أي درجة نارية تخالف التوجيهات سيتم احتجازها لمدة أسبوع كامل في حوش إدارة شرطة السيرة وأكد التعميم أنه لن يتم الإفراج عن الدراجة المخالفة إلا بعد التأكد من صحة أوراقها وعدم وجود بلاغ عنها إضافة إلى تعهد مالكها بعدم تكرار المخالفة كما أشارت شرطة تعزل أن تكرار المخالفة سيدفع الجهات المختصة إلى احتجاز الدراجة النارية لمدة شهر في ملف المفاوضات الجارية في مسقط بين الحكومة وميليشيا الحوث الإرهابية حول ملف المختطفين والأسرى والتي دخلت اليوم الجمعة يومها السادس في ظل انتقادات حادة لموقف الحكومة وإدارتها لهذا الملف الإنساني الشائك في هذا الشأن انتقد رئيس الهيئة لحزب الإصلاح محمد اليدومي أداء الوفد الحكومي المفاوض خاصة فيما يتعلق بملف السياسي محمد قحطان القيادي في ذات الحزب والمخفي قسرا في سجون ميليشيا الحوثية منذ عشر سنوات وقال اليدومي معلقا على أداء الوفد الحكومي المفاوض كنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء في مواجهة لغة الحوثيين الموحدة في تلك المفاوضات ولفت رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح إلى التوجيه الصادر عن يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي الذي تضمن تعليمات صارمة بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق الصراح السياسي قحطان أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره يذكر أن تغريدة اليدومي على منصة إكس جاءت عقب انتقادات واسعة لأداء الوفد الحكومي إثرها تصريحات تؤكد تجاوزهم التوجيه الحكومي والتفاوض بشأن قحطان قبل الوصول إلى أي معلومات عنها على الصعيد كذا المتحدث باسم حزب الإصلاح عدنان العديني وجود معلومات لديهم تفيد بأن السياسي محمد قحطان على قيد الحياة وقال العديني في تدوينة على إكس لدينا في الإصلاح معلومات مؤكدة بأن محمد قحطان عضو الهيئة العليا للحزب على قيد الحياة العديني الذي يشغل منصب نائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب حمل الميليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن حياة قحطان خصوصا بعد التصريحات اللا أخلاقية التي رددتها بعض قيادات الميليشيا كما شدد المتحدث باسم حزب الإصلاح أن الإفراج العاجل عن قحطان أولوية قصوى تصريح العديني جاء ردا على تصريحات مماثلة للأطراف المتفاوضة بالتوصل إلى تفاهمات على تبادل قحطان مقابل خمسين أسيرا حوثيا بالغموض والإيهام تستغبي ميليشيا الحوثي كلا من الأمم المتحدة والشرعية والوسطاء الخليجيين وبدلا من إفصاحها عن مصير السياسي قحطان وإلزامها بذلك قبل أي مشاورات تقوم الميليشيا بنقل الجميع إلى زاوية تريدها للإفلات من العقاب المفترض في حال تورطها في تصفية السياسي قحطان مجددا يحضر ملف السياسي المختطف والمخفي قسرا في سجون الميليشيا الحوثية في المفاوضات الجارية بين الحكومة الشرعية والميليشيا في مسقط المفاوضات التي يراها البعض بأنها مفاوضات بأجندات معدة مسبقا ومعلبة كالعادة كان موقف الميليشيا الحوثية من مطالب الإفراج عن السياسي محمد قحطان موقف التعنت ووضع العراقيل والاشتراطات التي من شأنها أن تقود في نهاية المسار إلى صفقة منقوصة لا تتضمن الإفراج عنه غير أن الجديد هذه المرة في ملف قحطان هو الأسلوب الذي اتخذته الميليشيا لتصور للرأي العامي وللوسيط الدولي تعاطيها الإيجابي مع مطلب الإفراج عن قحطان مقابل خمسين أسيرا حوثيا في حال كان حيا أو خمسين جثة إذا كان ميتا والواضح من خلال ذكر الميليشيا لاحتمالات وفاته وسلامته هو أنها تنوي إبقاء الوضع ضبابيا في قضية إنسانية بحتة واختطاف همجي لقامة سياسية بحجم أستاذ السياسة الأول محمد قحطان وعلى عكس تصريحات الوفد الحكومي المتسرعة التي خلصت إلى التوصل لاتفاق يتضمن الإفراج عن قحطان فالحقيقة أن ما أعلن عنه مجرد أفكار حوثية طرحها وفد الميليشيا حسب ما أكدت مصادر سياسية من داخل غرف التفاوض التي قالت أيضا أن الجانب الحوثي قدم قائمة بأسماء مجهولة وغير معروفة باعتبارهم أسرع مطالبا الجانب الحكومي الإفراج عن أصحاب تلك الأسماء المجهولة مقابل الموافقة على إدراج قحطان في صفقة التبادل وما يمكن استنتاجه من هذا التصرف الذي قام به الوفد الحوثي هو سعيه للتملص مجددا ووضع عراقيل جديدة تحول دون إطلاق صراح قحطان الذي بات مصيره مقرون بمصير الوطن الكبير والجمهورية التي اختطفتها الميليشيا وأخفت ملامحها منذ أكثر من تسع سنوات أمام هذا الأسلوب الهمجي الحوثي والتعنت والمراوغة وعدم رزانة ودبلوماسية الوفد الحكومي في التعامل مع ملف بحجم ملف السياسي قحطان يبقى مصير الرجل مرهون بالضغوط اللازم اتخاذها تجاه الميليشيا والضمانات التي من الواجب توفيرها من قبل الوسيط الدولي لمعرفة مصير قحطان قبل الاتفاق على تضمينه في صفقة التبادل بجهة أخرى استنكرت 148 منظمة محلية التصريحات التي تصل من مصقط بشأن الاتفاق المبرم بشأن قحطان وقالت المنظمات إنها تفاجأت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والذي ينص على تبادل قحطان بخمسين أسيرا لدى الحكومة إذا كان حيا وبخمسين جثة من عناصر الميليشيا إذا كان متوفيا المنظمات أكدت في بيان مشترك أن هذا الاتفاق يخالف العقل والمنطق البشرية والإنساني إذ أنه يكافئ المجرم الذي ارتكب جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للسياسي المدني قحطان لسنوات طويلة المنظمات أكدت أيضا أن الحديث عن مبادلة قحطان إذا كان على قيد الحياة بخمسين أسيرا يعد تجاوزا صارخا للعدالة في حين قالت إن مبادلته بخمسين جثة للميليشيا إذا كان متوفيا يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبيرغ طالب مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بتضمين أسماء الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثية الإرهابية في المفاوضات المنعقيدة حاليا في مدينة مصق كما طالب المرصد وفدي الحكومة والميليشيا بالتعامل بمسؤولية إنسانية وأخلاقية مع ملف المختطفين وإنهاء معاناتهم وكشف مصير الصحفيين المختطفين والمخفيين قصرا وسرعة الإفراج عنهم ودع المرصد إلى سرعة الإفراج عن كل المختطفين من صحفيين وموظفي المنظمات والموظفين السابقين في السفارات وعدم تركهم يواجهون هذا المصير المجهول الذي بات مقلقا بحسب تعبيره وأعرب المصدر الحقوقي عن مخاوفه من استمرار اختطاف الصحفيين وإخفاء البعض منهم قصرا منذ أكثر من تسع سنوات ما يجعل حياتهم في خطر وحول ملف المفاوضات أيضا أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أن خارطة الطريق اليمنية جاهزة وقال إن الحكومة مستعدة للعمل وفقا لها وأعرب بن فرحان في تصريح للحدث عن أمله بالتوقيع على خارطة الطريق اليمنية في أقرب وقت ممكن أكد وزير الخارجية السعودية الحاجة للانتقال إلى حالة أفضل في وقت قل فيه إن الأوضاع في اليمن ما تزال صعبة لا سيما على الصعيد الاقتصادي وقال بن فرحان إنه بالتوقيع على خارطة الطريق سيكون بوسعنا المضي قدما ونأمل أن يحدث ذلك عاجلا وليس آجلا وكانت مصادر ألمية قد كشفت عن مفاوضات غير معلنة تجريها قيادات في الحكومة مع قيادات في ميليشيا الحوثي وأفادت في هذا السياق عن وجود عبد الحوثيفي رئيس جهاز الأمن السياسي وحسام الشرجبي من اللجنة الاقتصادية العليا في مسقط لهذا الغرض إلى الملف الفلسطيني حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في القطاع عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي أفد مراسل يمن شباب أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فاليوم الجمعة على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات نازحين وشوارع وموقعة عشرات الشهداء والجرحة وقال مراسلنا أن تواقم الإسعاف انتشرت جثامين ثلاثة شهداء من الحي السعودي غربية مدينة رفح واستشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ميدانياً أيضاً أعلنت كتائب القسام أنها أجهزت أمس على عشرة جنود إسرائيليين في عملية مركبة في حي الشجاعية بمدينة غزة وأفادت بأنها استهدفت مبنى تحصنت بداخله قوة إسرائيلية بقذيفة تي بي جي مؤكدة أنها أجهزت على بقية القوة من مسافة صفر ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في مدينة جنين بالضفة الغربية إلى سبعة فلسطينيين وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الجمعة عن وصول جثامين سبعة شهداء وإصابة خطيرة إلى مستشفى جنين الحكومي جراء عدوان الاحتلال المتواصل على المدينة وقال مراسل يمن شباب إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وحاصرت منزلاً في محيطه وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس وأعلن في جنين عن البدء بإضراب شامل في أرجاء المحافظة بعد استشهاد سبعة فلسطينيين في القصف الإسرائيلي بينما شاهد محيط جبل إصبيح في بلدة بيتا جنوبية نابلس اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وصلنا إلى ختام النشر إلى اللقاء إلى اللقاء